اشتركوا في القناة المفدى للسباق هو التتويج الأمثل لهذا النجاح الذي يعد ثمرة من ثمار الرعاية الفائقة التي تحظى بها الحركة الشبابية والرياضية في المملكة واشير سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن المنافسة كانت قوية بين الجميع في ظل ارتفاع سقف الطموحات بتحقيق المراكز المتقدمة في البطولة خاصة مع مشاركة نخبة من أبطال العالم في رياضة الترايثلون الذين يمتلكون سيرة ذاتية قوية وسجلا من البطولات الرائعة على مستوى العالم الأمر الذي أعطى البطولة طابعا تنفسيا قويا وعدم القدرة على معرفة هوية الفائز في البطولة مضيف أن سمو أن النتائج التي حققها الفريق البحريني في البطولة جاءت مثيرة ورائعة في جميع المسابقات الأمر الذي يؤكد سلامة الخطة الفنية التي تم وضعها لإعداد الفريق لهذه المسابقة العالمية الكبيرة وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن البطولة بطولة الترايثلون لها مكانة كبيرة بين جميع السباقات باعتبارها الأقوى من كافة النواحي ويدرك المشاركون فيها قوة المنافسة على تحقيق المراكز المتقدمة في السباق في ظن ما يتمتع به المتسابق من قوة بدنية عالية وكذا سموه أن جميع المشاركين أخذوا تحضيرات مغيرة تماما الأمر الذي أعطى الجميع المساحة الواسعة للمنافسة على اللقب مشيرا إلى أن السباق يعد من السباقات الممتعة للغاية نظرا لوجود طابع التحدي والمنافسة والإثارة في هذا السباق الذي يتطلب قوة بدنية عالية وننظر إليه بعين التفاعل وأضف سمو الشيخ ناصر بن حمد إلى أن الفريق البحريني المشارك في البطولة تمكن من تحقيق أهدافه من خلال تأكيد التواجد البحريني في مختلف البطولات إضافة إلى اكتساب الخبرة الواسعة في مثل هذه البطولات مشيرا إلى أن الفريق تمكن من عكس الصورة الطيبة عن الشباب البحريني المحب للرياضة بشكل عام ورياضة الترايثلون بشكل خاص وبرك سمو الشيخ ناصر بن حمد الانجاز الكبير الذي حققه عضو الفريق فريق البحرين للتحمل 13 داني الريب للمركز الأول في بطولة التاج الثلاثيلي الترايثلون بعد تحقيقها لقب البطولة في جولتها الثالثة بداية من دبي ثم النمسا والبحرين الأمر الذي يؤكد قوة الفريق باعتباره رقما صعبا في رياضة الترايثلون على المستوى العالمية وقد رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الشكر والتقدير إلى كافة أبناء الشعب لمساهمته الواضحة في إنجاح السباق والوقوف مع اللجنة المنظمة في إنجاحه من كافة النواحي الأمر الذي جسد حس الانتماء الوطني وحرص الشعب على إبراز الصورة الحضرية عن مملكة البحرين